بعد انتهاء شهر رمضان شهدت السينما تنافس ثلاث أفلام محققين إرادات كبيرة منهم عودة أحمد حلمي بعد ثلاث سنين غياب بفيلم واحد تاني وكمان رجوع السقق بعد فيلم هروب الطراري بفيلم العنكبود ده غير فيلم جديد لعلي ربيع تفاصيل الأفلام في موسم عيد الفطر والأبطال المشاركين والإرادات هنعرفها سوا في الفيديو ده تابعونا يتنافس في الموسم السينمائي لعيد الفطر ثلاث أفلام مصرية بس وهم واحد تاني للفنان أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وفيلم العنكبود لأحمد السقق ومونزكي وظافر العبدين وفيلم زومبي لعلي ربيع وحمد المرغني وكريم عفيفي وكان الفنانين نشروا تريلر بأفلامهم قبل انتهاء شهر رمضان الكريم بأيام قليلة زي السقق وأحمد حلمي تغيير البسترات الدعائية للأفلام وحققت الأفلام الثلاثة في أول يوم عرض ليهم إرادات بلغت 1.640.000 جنيه وجه في المقدمة فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي واللي حقق إرادات بلغت 1.55.000 جنيه بفارق ضخم عن فيلم العنكبود اللي جه في المركز التاني وحقق إرادات بلغت 470.000 جنيه وفيلم زومبي في المركز التالي بإرادات بلغت 120.000 جنيه ونجحت أفلام موسم عيد الفطر المبارك في تحقيق الجذب الجماهيري في تاني ليالي العيد وشباك التذاكر حصل على أضخم إرادات من بداية الأجازة ووصلت لإجمالي 15.271.000 جنيه وتصدر هرم الإرادات تاني أيام عيد الفطر فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي اللي بيعود من خلاله للشاشة الكبيرة بعد غياب استمر 3 سنين الفيلم من تأليف هيسم ضبور وإخراج محمد شاكر خضير وحقق في تالة ليالي عرضه 7.24.000 بيشارك في بطولة الفيلم عمر عبد الجليل ومحمود حافظ وسيد رجب وروبي ونسرين آمين وبتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي وبكده يبقى إجمالي المبلغ اللي حققوا الفيلم في ثلاثة أيام هم 13.304.442 جنيه أما فيلم العنكبوت فبتدور أحداثه في إطار أكشن سسبنس حوالين أزمات رجال المافيا بسبب أفعال أخوه زافر العبدين الغير مشروعة طبعا وبتجسد فيه مونة زكي شخصية مرشدة سياحية وبتتكلم باللغة الكورية في بعض المشاهد وكان من المفروض أن يتعرض فيلم أشباح أوروبا ضمن خريطة أفلام عيد الفطر بس واضح أن كان فيه أزمات فنية بتحاصل الفيلم اللي تم الانتهاء من تصويره من فترة طويلة وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفشاوي ومصطفى خاطر أما الأفلام اللي تم استبعادها فكانوا حامل اللقب بطولة هشام ماجد ودينة الشربيني ومحمد سلام وتأليف هشام ماجد وإخراج هشام فتحي وفيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنا شلبي وماجد الكدواني عن قصة وإخراج شريف عرفة وفيلم من أجل زيكو بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنا شلبي ومحمد محمود ومحمود حافظ ورانيا منصور تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي ترجمة نانسي قنقر